الخبر الأول اللي عدنا عن أحمد أبو الروب والتسريبات الجديدة لأغنيتها اللي رح تنزل قريبا فأحمد نزعل قناة هذا المقطع وبالرسالة السرية كان مكتوب البنت اللي حامل معها الأغنية رح تكون اسمها بحرف الصاد وصراحة أول اسم خطر بالي بحرف الصاد هي صفا سرور واللي طبعا يوتيوبر سوريا عدها مليون وربع تقريبا أدري صراحة الاسم شوية غريب ولكن أحمد أبو الروب قال إنه الأغنية رح تكون ويا شخص غريب أو ما تتوقعوا يعني فماذا صراحة نكتبونا بالكومنتاج شو رأيكم ونسأتوقعونها حتكون لغنية الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هي نورستار وإعلانها عن أكبر مفاجأة تسويها بحياتها فنورستار نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تقول بيهاي رح أشارككم فيديو ورا هذه الصورة كلولي إذا بتتذكروا وبعدها نزلت هذا الستوري اللي أعلنت بي عن تحضيرها الأكبر مفاجأة تسويها رحطوكم هذا الستوري شوفوا طبعا هو قديم يعني قالت وبعدها نزلت هذا الستوري اللي هو من داخل موقع تسجيل أغاني وكاتبه وأخيرا رح تعرفه وآخر شي ختمة هذا الستوري اللي تخير بها المتابعين يقولون هالموضوع تمثيل أو الموضوع غناء واغلب المتابعين توقعونها حتكون هي أغنية نورستار ولكن نورستار نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البول واللي وضحت بي الموضوع للمتابعين إنه عبارة عن دبلجة أصوات مو أكثر رح يكون بلعبة بوب جي يعني حكون صوتهم موجود تبوني يا حبايا بالكومنتاج شو رأيكم مفاجأة نورستار أما اليوتيوبر الثاني اللي عدة فهي رغدة وإعلانها عن اسم أغنيتها الجديدة بالمقابلة اللي كانت مساويتها أما بالنسبة شنو اسمي الأغنية فاسمها قلق رحطوكم هذا الستوري شوفوا في عنا أغنية قلق إن شاء الله رح يكون تصويرها بعد يومين أغنية جديدة نازلة مع مصطفى خالد كثير برضو زي طبيعتي فارفوش الأغنية رح يكون فن تكتبوني يا حبايا بالكومنتاج قد تتم تحمسين لأغنية رغدة الخبر الثالث اللي عدنا عن إنجازات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو باريش داد ووصولها سابع على التيك توك للأربعة مليون متابع فإن شاء الله ألف ألف مبروك وأقبال 10 مليون يا رب وكيد لا تنسوا تباركوه بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن التهجم للنورستار بسبب تنزيلها لهذا الستوري اللي كانت تبارك بيه الأنس وأصالح على وصولهم لقناتهم 10 مليون مشترك فهوائم الأشخاص صاروا يقولون أنه ليش باركتي الأنس وأصالح وباركتي النارين بيوتي رغم أنه هي ونارين بيوتي يعتبرون بيناتهم علاقة الصداقة ولكن هذا دليل أنه حاليا صارت مشكلة بيناتهم أما بالنسبة أشخاص يسلون عن سبب الخلاف فنورستار بهذه الفترة صورت أكثر من المقطع ويامون فلوكز اللي هو حاليا ما يحتيو ينارين بيوتي اكتبوني يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر الخبر الخامس اللي عدنا عن نورمار وعن إعلان الأغنية الجديدة واللي قال نور راح تكون أقوى من الأغنية الأولى وطبعا اليوم هو يوم عيد ميلاد نورمار فكل عام تبخير وأقبال مليون سنة يا رب ولا تنسوا يا حبايب تباركونا بالكومنتات واكتبونا هل أنتم متحمسين لغنية الجديدة أو لا وبس والله هنا وصلنا إلى نهاية المقطع أتمنى المقطع جاوكم لسو تحطوا اللايك تركوا بالقناة تراكم في زي مقاطعة مملكة القصص وبس مع السلامة